المناطق الشمالية السواحل الوسطى والشرقية الأمطار الرعدية ستكون أكثر خلال الظاهرة نحو المناطق الداخلية أمطار الرعدية أيضا تبقى تشمل مناطق الصورة شمال الصحراء والصحراء الوسطى بينما أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب مع تطاير محلي للرمال بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم ستقرب 18 إلى 21 درجة بسواحل لن تتعدى 12 درجة بكل مننا السعيدة البيض والجلفات ترتفع بشمل الصحراء لتقرب 22 درجة لن تتعدى 17 بالجنوب الغربي ومرتفعات الهوغار والتاسيلي أعلى مقياس سيسجل بعين سالح ب27 درجة أما خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع تطروح من بين 25 إلى 26 درجة على كل السواحل تنخفض بالبيض لتقرب 19 درجة فقط 25 درجة منتظر بكل منتزيوزو واتيديمسان 24 درجة بقسنطينا جنوبا 28 درجة ببشر 30 درجة بتندوف بابن عباس بغردايا كذلك ببسكرا ورقلا حسيم سعود 36 درجة بإيديزي 32 درجة بتمنرس و39 درجة كعلى مقياس ستكون بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاتراب على كل سواحل الوسطى والشرقية بينما يكون مطارب محليا بسواحل الغربية رياح ضعيفة بسواحل الوسطى متغيرة الاتجاهات شمالية شرقية نحو سواحل الغربية وتكون ضمن تيارات غربية شمالية غربية نحو سواحل الشرقية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله عطلة نهاية الأسبوع ستتميز باستقرار في الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر بعض الأمطار المحلية والضعيفة نحو السواحل والمرتفعات الشرقية تزول خلال الظاهرة بحول الله تبقى ضمن تيارات جنوبية غربية تتشكل بعض الخلايا الرادية التي ستكون ناشطة تكون مرفوقة بأمطار نحو مناطق الجنوب الغربي خاصة بابن عباس وبشار تبقى جوء مشمس بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب درجات الحرارة تبقى أهم عنصر يميز حالة التقس حيث سترتفع إلى غير 30 درجة بسواحل الوسطى والغربية يوم السبت بإذن لا سترتفع أكثر الحرارة نحو دائما سواحل الوسطى والغربية دائما السحب السفلة تبقى حاضرة على كل المناطق الشمالية ضباب نحو السواحل والمرتفعات الشرقية وبريح قوية نسبيا ستميز المرتفعات الغربية الأجواء ستتحسن تدريجيا نحو منطقة بشار بينما تبقى الأمطار الرادية تخص منطقة تتين دوف يوم الأحد بإذن الله السحب السفلة تبقى دائما حاضرة وبريح قوية نسبيا دائما نحو المرتفعات الغربية احتمال لأمطار خفيفة ومحلية خلال الظاهرة الحرارة ستبقى مرتفعة وسترتفع أكثر نحو سواحل الوسطى والغربية لتقارب 36 درجة محليا ما بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الداخلية بعض الصحبة العابرة نحو كل الجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى نشاط بعض الزوابع الرمدية المحلية سيميز المناطق الجنوبية والحرارة سترتفع لغاية 40 درجة بأقصى الجنوب أما عن وقت شروق الشمس سيقوم في حدود الساعة السادسة صباحا و53 دقيقة والغروب على الساعة السادسة مساء و14 دقيقة مشاهدنا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء